زيارات ومباحثات متوازية لمسؤولين ألمان في الرياض والعاصمة المؤقتة عدن لقاءات مع رئيس الجمهورية ومسؤولين في الشرعية من مستويات مختلفة تحرك ملفت يثير أسئلة عن سر هذا الحضور الألماني المكثف مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض استقبل الرئيس هادي نائب وزير الخارجية أندرياس ميشال ييس ومبعثة وزارة الخارجية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى والمغرب كريستيان بوك اتفق على التعاون الوثيق في تنفيذ اتفاقية الحديدة كخطوة أولى في العملية السياسية لإنهاء النزاع نائب وزير الخارجية الألماني أكد ضرورة تجاوز الصعوبات التي تواجه اتفاق ستوكولم وجدد حرص ودعم بلاده لتلك الجهود وإنجاحها مؤكدا أهمية الضغط الدولي في هذا الاتجاه المسؤول الألماني أيضا التقى في الرياض وزير الدولة السعودي عادل الجبير وبحث معه سبل إنهاء الحرب في اليمن ودعم الحل السياسي في العاصمة المؤقتة عدن جرى لقاء آخر لبحث الملف الاقتصادي بين رئيس الوزراء معين عبد الملك وسفيرة ألمانيا لدى اليمن كارولا مولر كما بحث محافظ البنك المركزي أيضا مع مولر إجراءات إعادة فتح بعض حسابات البنك المركزي التي تم تجميدها من قبل بعض البنوك الألمانية لقاءات ألمانية يمنية ملفتة تأتي بعد أقل من أسبوع على تحفظ الحكومة اليمنية على اجتماع نظمته وزارة الخارجية الألمانية في برلين حول السلام في اليمن لم تشرك الحكومة في تنسيقه يرى مراقبون أن تحركات الألمانية الأخيرة وترقها الملف اليمنية من بابه الشرعي مقدمة لحضور ألماني مرتقب على خط الأزمة اليمنية خصوصا وأن ألمانيا تشغل في الوقت الراهن أحد مقاعد مجلس الأمن الدولي فما الذي سيضيفه هذا الدور لأزمة باتت وكأنها بلا مخرج؟